السلام عليكم لغزالة ديالين اتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي احوال جيدة كيف ديما مرحبا بكم معي في نهار جديد في فيديو جديد في وصفة جديدة وشهيوة جديدة اليوم شاء الله غادي نتقدم معكم الغريبة بالقرقاء او لا بالعقدة للقرقاء ولا حلوة القرقاء كتجي جدا رائعة رائعة وشيشة مع السلام عليك من داخل ما شهيدكم فيها اليوم جبتكم الطريقة جد جد سهلة لعشاق الحلويات المغربية كتجي جدا رائعة ان شاء الله غادي تجربوها وما غاديش تنضموا فاخليكم ان شاء الله مع الطريقة من لولة الاخر فغزالتي بالنسبة للمقادر هنا غا تحتاجوا معي 400 جرام دل الجوز او لا القرقاء لا انا مسحته مزيان مزيان ما يكونش فيه الغبرة كذلك عندي ملعقة صغيرة من القرفة فهي كتبقى اختيارية كذلك ملعقة صغيرة من خمارة الحلوة هنا عندي بيضة كبيرة وحدة اخر صغيرة فهنا غا نشوف على حسب الكمية اللي غادي نحتاج غا تشوفوا معي اكيد في الفيديو هنا عندي 125 جرام دل السكر سنيدة وعندي ملعقة صغيرة من قشور الحامض وملعقة صغيرة هناخدها من المربل مش مش او لا الكمفيتور فا اول حاجة بالنسبة للقرقاء هنا يمكن لكم تعودوا يعني تديروا فقط 200 جرام قرقاء و200 جرام من بودرة اللوز كذلك عندي هنا سكر غلاسي او السكر الاقليد اللي غادي نحتاجه والماء الزهر اكيد بيها غادي ندروا كويرات باش كيعتادك اللذة ديالو وهنا عندي حبيبات كذلك ديال الجوز او اللوز يعني اللي كانت واجد عندكم للتزيين فقط من الفوق بالنسبة للماء الزهر فانا كن نحتاج وكنستعمل هاد القرقاء هادي ديالدار الغماري صراحة جدا رائعة كتخلي نسماء وكتخلي لقو رائعة بزاف بزاف بالنسبة للاخوات اللي في المغرب فمن جربت هاد الماء الزهر بطرح ما بقتش كنستغنى عليه جدا رائع فهنا بنسبة لطريقة ديال التحضير اول حاجة غناخد معي الجوز ديالي كامل كيف كتلاحظو اللي غادي نضيف عليه 125 جرام ديال سكر سنيدة هنا لش مكترش السكر الخشين يعني السكر سنيدة لانني غادي نضيف اخير البودرة ديال السكر بودرة يعني السكر الابيض باش مجيش حلوه بزاف فصفينا بعد ما طحنتهم مزيان يعني ماشي مزيان مزيان يعني خليت شوية يكون ماشي بودرة اللوز تكون جد مطحونة يعني هنا يخليت شوية خشينة او لحرشة كنقوله كذلك هنضيف علي هنا ملعقة صغيرة يمكن لكم تعودوا بنسبة الليمون والمربة يمكن لكم تعودوا بروح اللوز او لبخاليني على حسب المتواجد او لملعقة ديال الكليكوز وهنا كذلك ضفت القرفة والخمة رجل الحلوة وهنا غا نحاول انني نجمعهم فقط برؤوس الاصابع كما تلاحظون يعني اللاجينة ما كتحتاج انها التعجن جد مبسطة وفقط في خمس دقائق كتكون واجدة معنا وحلوة تبارك الله كل شي كيبغيها وكذلك اللي ماشي مغاربة كيحمقوا على الحلوة المغربية فانا جبتها لكم اليوم بطريقة جد سهلة فانا بعد ما جمعت الخليط كامل يعني حسيت بانه جانس ضفت البيضة الاولى يعني بيضة كبيرة غادي نشوف عيني ميزاني فإلى كان بقى محتاج شوية غادي كذلك نزيت شوية من البيضة الثانية فهنا يا اه وخفقت البيضة الاخرى يعني محتاجيت هاش فقط بيضة واحدة في القياس ديال 400 جرام ديال الكرقاء بيضة واحدة كافية تكون بيضة كبيرة فهي جد كافية يعني العجين جمعت لي بسهولة كذلك كتشكلها على الشكل اللي بغيتي فكتطوعك يعني مكتب مشي بسعوبة فسافية غا نخلي الخالط الجالي او للعجين الجالي لمدة خمس دقائق حي ترتاح هنان بعد ما ارتحت فغادي مدا نشكلهم على شكل كويرات كما تلاحضون يعني كل شي جد موضح ومبسط في الفيديو الاخواتي لما كنتو شوفهمتو الاختي او لكنت كنزرف الهضرة كيف ديما فما عليكم فقط الا تخليوا لي تعليق وانا نكون دي الشرف اني نعود نشرح لكم بالطريقة اللي بغيتوها واكيد غنخلي الوصفة في صندوق الوصف ان شاء الله هنا تحتها تلقاوها هنا بالنسبة للطريقة من بعد كناخد شوية دي المزهر كنديرو في يدي وكناخد واحد شوية كمية من العجين ديالي اللي كنديرها على شكل كويرات على هاتشكل ومن بعد كنضيفها في السكر الابيض بالنسبة الاخوات يعني اللي كيبيعوا الحلويات من الاحسن تاخدو الميزان ديجيتال اللي باش كاتاكم العبار يجيكم موحدين يعني يجي كلهم في نفس القياس فانا اه صراحة كندير فقط عيني ميزاني يعني على حسب الكمية ولا حسب اللي كيف بغيتو مع نوش صغار ولا كبار كذلك تنتو ما كيبقى لكم الاختيار فاصفينا بعد مساليتهم خليت لاتا دياليجي الفران او لصحن الفرن دي دفت علي ورقة الزوبدة او لورقة الفران اه كذلك دفت علي هالكويرات ديالي من بعد مدتهم في السكر الابيض هنا خليت اه نصف ديال الجوز ديالي او لا يمكن لكم تضيفون اللوز يعني اللي بغيتو اللي كان متواجد عندكم اللي كان ضيفهم هكا من الفوق وكان بسطهم فقط بشوية بشوية كيك تلاحظون اه يعني ما نضغطش عليهم بزاف لان دي جامين غندرهم في الفران فالفران كيزيد انهم يحلهم شي شوية لان ما تساوش فيهم الخمارة الحلوة الوخ كيزيدو ينزلو شي شوية فاصفي غادي نكملهم كاملين على هاتشكل في نفس الوقت فانا نراني سخنة الفرن ديالي على درجة الحرارة 180 درجة الفوق ومتحت وغادي نخدمهم بالمرواحة لمدة خمس دقائق احتلت من ياحد من قبل انا سخنة الفرن لمدة خمس دقائق يعني الفرن يكون سخون فانا كيف ملاحطهم بعد ما اخرشهم الفرن يعني اخدو معي خمس دقائق يعني تشقوش شوية من الفوق خليتو يبردو واحد خمس دقائق واحد اخرى وعند غنهزوم ونديرهم في طبق الديل التقديم وخليكم معي ان شاء الله تشوفوا الاخر الفيديو موسيقى وهنا غزالتين بعد ما وجدو الغريبة ديالي قريقات ديالنا متمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم كذلك متمنى انكم تجربوها راح كتجي جيدة رائعة واهم حاجة انها كتجي معللكة من داخل يعني عن تجربة انا اللي كتصدق معايا كنقول لكم راحا صدقات معايا ولي ما صدقاتش يعني راح ما غديش نبينها لكم وما غديش نحطها لكم هاد الحلواء كنقدمها لكم وانا وبوجهي حمر ومتأكدة اي متتبعة ولا اي واحد شاف هاد الفيديو انا متأكدة بيئة بالمئة بانه غادي تعجبو واهم حاجة هي دعيوة بالرحمة للوالدين هي اهم حاجة اللي كناخد معكم في هذا الفيديو وبن هذا المنبر كنقدم اغلى اغلى تحية واغلى شكر الاخوات المصريين والسوريين والاردن تبارك الله اللي يدخلوا عندي جداد فانا صراحة جد ممتنة لكم وفرحانة وكذلك جزيل شك لجميع المتتبعات اللي يدخلوا عندي جداد للقناة الجالي واللي اول مرة يشوفوا القناة متنسوش تشاركوا فيها وتستعموا القناة كذلك تشاركوا هاد الفيديو مع حبابكم واصحابكم وكان شكركم من كل اعماق قلبية وكان قول ليكم وخليكم معيه في فيديو الجيد ان شاء الله